هذه المواصلات التي تذكرونها كانت تتوفر في عدة من أئمة السلف ولكنهم حينما كانوا يعني يدعون إلى موضوع القضاء وتولي زمام أمره كان يعني تجد القصص كثيرة في النفور منه أو التعفف عنه ورفضه بل حتى ترك البلد إلى بلد آخر حتى لا يلي الإمام المعين هذا أو العالم القضاء فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هو طبعا هذه الشروط التي ذكرتها لا تكاد تتوفر اليوم هذه الشروط التي ذكرتها من أن يكون مسلما بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا عالما بالأحكام الشرعية هذه الآداب التي ذكرتها من أن يكون فطنا ورعا مهيبا عبوسا يعني الآن هي بالتخصص الأكاديمي الذي يتخرج من كلية الحقوق هذا بالتخصص الأكاديمي وهذه ليست علة طارئة وإنما هي قديمة الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه ابن فرحون في تبصرة الحكام قال لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في واحد لكن إن وجد شرطان العلم والورع العلم والورع هذان لا بد منهما الآن مما يخفف الأمر أن القاضي ما عاد مجتهدا وإنما هو ينظر فيه يعني شيء مقنن يعني هناك مواد مفصلة ويستند إليها في قراراته ويستند إليها نعم في أحكامه لكن أيضا له قدر من الرؤية أن يحملها على هذه المادة أو تلك المادة لا في شك طبعا لا بد أن القاضي يكون يعني متنبها متيقظا لا تنطلع عليه الحيل لكن الأئمة رحمهم الله كلائمة الأربع وغيرهم الذين نفروا من القضاء إنما كان ذلك الملحظين الملحظ الأول شدة الورع والملحظ الثاني وجود من يسد مسدهم يعني كان هناك وفرة في أهل العلم وأهل العدل ممن يقومون هذا لكنه قد يتعين يعني ليس في كل زمان يباح للإنسان أن يبتعد عن القضاء وأن يزهد فيه بل لأنه من فروض الكفايات لكنه قد يتعين فيما لو تصدى له من لا يحسن وأنت ممن تحسن كالإمامة يعني مثلا بعض الناس ما يحب أن يكون إمامة لكن لو أنه رأى أنه يتقدم ليصلي بالناس من لا يقيم لسانه بفاتحة الكتاب فإنه يأثم هذا الذي يتورع ويتقهقر فإنه يأثم لأن الأمر يكون في حقه فرضا متعين نعم